أطلق عدو الكنيست موتي يوغيف من حزب البيت اليهودي مصطلح إرهاب البناء على البناء الفلسطيني في منطقة سي في الضفة الغربية مدعيا أن البناء ممول جزئيا من قبل الاتحاد الأوروبي ومنفذ بدون وافقة الإدارة المدنية مقترحا دراسة حل تشريعي يوقف إمكانية توجه الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا ضد أوامر الهدم وقد أدل يوغيف بهذه التصريحات خلال جلسة لجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية يذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح ببناء وتطوير وتوصيل البنية التحتية من كهرباء ومياه لعشرات التجمعات الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية إن الخطاب السائد في أروقة المسوطنات يشير إلى أنه يجب حماية منطقسي من الاستيلاء الفلسطيني وبحسب تصريحات يوغيف فإن الهدف هو حماية أراضي الدولة وفقا لقرارات دولة إسرائيل وليس وفقا لتحديدها من قبل الإرهاب الذي تديره السلطة الفلسطينية بمشاركة جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي من جهاته يرى الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة أن هذه مساعدات إنسانية تقدم لمجتمع ضعيف وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن هدفهم هو إقامة دولة فلسطينية تكون المنطقة سي جزءا لا يتجزأ منها سياستو العلنية هي إنشاء دولة فلسطينية على ممكن تقول 95% من مناطق يرودا والسامرة ولهذا هو يدفع بالفلوس كمان لإنشاء مشاريع في مناطق سي حتى بدون موافقة إسرائيلية غير منه حسب الاتفاكيات مناطق سي تخدر لسلطة الإسرائيلية الكاملة وخلافا لكل اتفاكيات هو بيعمل من وراءة دهر الحكومة الإسرائيلية يذكر أن وفق اتفاقات أوسلو قسمت الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق A وB وسي وينص الاتفاق على نقل المناطق في سي إلى السلطة الفلسطينية خلال محادثات للحل النهائي إلا أن الأمر لم يتم